لسه العلم بكل اللي وصله بيحاول يفك رموز مرض ألزهايمر ألزهايمر وحش الأمراض لأنه بيدرب وعي الإنسان وهو أهم أسباب الإصابة بالخرف وبينتشر أكتر في مرحلة الشيخوخة أصعب حاجة ممكن تتعامل معاها إنك تبقى عايش ومش عارف أنت مين تبقى خايف لأن عائلتك مش عارف حتى كمان تتعامل معاك إزاي عقلك مش مستوعب إنك إنت فين ولا إنت مين تصحى كل يوم وإنت مش عارف بتتعامل مع مين إنك تنسى ملامح وأسماء عيالك وأقربك وصحابك إن جسمك ينسى هو المفروض بيعمل إيه وإمتى وإزاي كل اللي تعلمته في حياتك بيتمحي كأنك طفل رضيع مش عارف تميز أي حاجة حواليك طبعا ده إزاي ما هو صعب على الشخص اللي بيجيله الخرف نتيجة ألزهايمر هو كمان صعب جدا جدا على اللي عايش معاه لما تدخل على حد عزيز عليك وتلاقي مش عارف يميزك خايف منك مش عارف أنت مين لما تلاقي اللي كان مالي الدنيا بحسه وحركته قعيد المرض والتوها إحنا عاملين هذا الحوار عشان نسأل هو إحنا ممكن نعمل حاجة عشان نتجنب المرض أو حتى نأخر تأثيره سنين أكتر هل في نظام حياة نعمله مع حبايبنا من دلوقتي عشان ما نشوفش الحالة دي بتطردهم أو تطلهم لو حصل حد يعرفه قريبه مش قريبه جاره حصل له كده إحنا نتعامل معه إزاي نتصرف إزاي مع تصرفاتهم اليومية هل في تطعيمات مثلا نقدر نخدها عشان نقلل تأثيرات المرض أو سرعة تأثيره علينا إيه هي الأمراض اللي ممكن تزود فرص الإصابة بالزهايمر لأننا قرينا إن فيه بعض الروابط اللي بتربط بين الالتهاب الرئوي وحتى تسوس الأسنان وبين تدهور صحة الدماغ كمان عايزين نتكلم عن أمراض تانية بقينا بنسمع عنها كتير زي ده باركنسون والجلطات الدماغية نعرف إيه أسبابهم أعراضهم هل العلم وتطور التكنولوجي يقدر يحل الغاز أمراض المخ كل دي أسئلة محتاجين نجاوب عليها مع ضيفي الكريم العزيز الدكتور ماجد عبد النصير أستاذ ورئيس قسم المخ والأعصاب بكل التب أسر العيني وأحد الأطباء المهمين جدا في هذا المجال دكتور ماجد أهلا بحضرتك من ورنا في مصر جديد دراسة أرناها من كم يوم وكنا تكلمنا عنها هنا في البرنامج وقلنا محتاجين نعمل بقى فقرة عن الموضوع ده دراسة أجريت على 500 شخص بتقول إن الفيروسات الشديدة زي التهاب الدماغ والالتهاب الرئوي أو حتى الألف الوانزة بتكون أحد مسببات 500 ألف شخص بتأسفها مش 500 شخص بتكون أحد أهم مسببات مرض الزهايمر وإن المصابين بهذه الفيروسات أكتر عرضة ب31 مرة بالإصابة بالزهايمر يعني مبدئيا خلينا نفرق ما بين حكتين مهمين الزهايمر زي ما حضرتك تفضلتي في المقدمة وقلتي هو نوع من أنواع الدمانشي أو اللفظ البايخ بالعربي الخرف الخرف تؤدي إلى أعراض متشابهة مع الألزهايمر ما زال العلم بكل يوم بيضف لنا جديد في طرق تشخيص الألزهايمر ألزهايمر هو رجل ألماني أصلاً والاسم هو يعني هو خد المرض خد الاسم من اسم هذا العالم اللي اكتشف التغيرات اللي بتحصل فيه المخ وينتج عنها الأعراض اللي ممكن نتكلم عنها هذه التغيرات اكتشف هو الرجل هذا العالم الألماني اكتشف أنه فيه مادة بروتينية اسمها الأميلويد بيحصل فيها نوع من الترسب في خلية المخ وبالتالي الخلية بتفقد وظيفتها ولقوا أنه أشهر مكان بيتأثر فيه مرض الألزهايمر هو الفصل المسؤول عن الذكرة وبالتالي بتبقى أول بوادر ظهور المرض أو أعراض المرض المبكرة جداً أن البني آدم يبتدي يفقد الذكرة أو ينسى بس مش معنا أي حاجة ننسيها أعود أقول لنفس نجالي ألزهايمر بالزبط كده أعرف إزاي الفرق هو ده مهم جداً أنه إحنا كتير مع تقدم العمر بنفقد بعض القدرات المعرفية ومنها الذكرة أنه أنا أكيد ذاكرتي في سن سبعين غير ذاكرتي في سن تلاتين فكل ما بكبر شوية بيحصل نوع من الخلل في القدرات نمرة واحد الذاكر الفيصل في الموضوع ده أنه أنا لو حد فكرني إداني كلو إداني مؤشر أفتكر أفتكر مريض الألزهايمر غالباً لا يستفيد من هذه المؤشرات يعني مثلاً أنا نسيت النظارة أو مفتاح في مكان ما وأعود دايخ ومش لقيه مش لقيه حد يقول لي ممكن يكون في المكان الفرنين آه صحيح ده في المكان الفرنين ده أحد الفروق الواضحة جداً إن أنا الحاجات اللي أنا أقدر أتذكرها بسهولة أو ساعد في بعض الناس يجي يقولك مثلاً إن أنا وانا متوتر وانا قال الآن ببقى الأداء بتاعي ذهنياً مش كويس لما أعود كده وهدى مع نفسي أقدر أفتكر بسهولة دي المقدمات دي البدايات حد حيقول لي ما احنا كلنا بننسى آه كلنا بننسى المؤشر التاني إنه هذا النسياني بقى بروغراسف يعني إيه؟ يعني بيزيد يوم عن يوم يعني أنا النهاردة مش زي سنة فاتت إذا كانت هذه النسيان أو المقدرات المعرفية بتاعتي بتنهار بالتدريج يبقى أنا لأ ده كده أخلي بالي أحط علامة استفهام إنه ممكن يكون مؤشر على بداية مرض الألزهايمر اللي حد يكقولتي بالنسبة للحكاية الالتهابات أي التهابات في جسمي سواء في الرئة سواء في سناني أو دقيق عبارة عن نوع من السموم اللي تبقى وجودها في جسمي وبالتالي مخي بيعتمد عشان أداءه يبقى بهنياً مية مية بيعتمد على مادتين حكتين لا فالفة لهما بيعتمد على أكسوجين وجولوكوز ودول بيوصلوا عن طريق الدم وبالتالي لو في خلل في الدم الأكسوجين نقص أو الجولوكوز نقص المخ لا يحتاج أكثر من المادتين دول أدائي طبعاً بيتأثر طب إزاي أخلي دايماً المخ يوصل لأكسوجين وجولوكوز بعيداً عن الأمراض يعني إحنا لو أنا مريض ضغط لو أنا مريض سكر لو أنا عندي مريض عندي نسبة دهون والكوليسترول مرتفعة في الدم لازم كل عوامل الخطر دي التي تؤثر على كفاءة الدم اللي وصل لمخي لازم تبقى تحت السيطرة تماماً التدخين من الحاجات المهمة جداً جداً وتدخين السلبي كمان دفنت للتنين الحقيقة وكان يعني في حاجات إحنا بنقدر نكونترول وفي حاجات بنقدر نسيطر عليها بالأدوية ضغط السكر لحاجات دي لكن التدخين دي بقى مهمة الشخص نفسه مش هنقدر أن إحنا بننصح بالبعد عن التدخين على قد ما نقدر توفير البيئة الصحية للمخ هيخدي الأداء بيه تماماً كويس جداً إزاي؟ يعني أعمل إيه؟ يعني أنا دلوقتي السؤال الأولاني هل كل واحد بيكبر في السن بيجيله ألزهايمر؟ هل كل واحد جاء عنده شيخوخة؟ والشيخوخة بمعنى أنه خلاص كبر في السن معناها أنه أكيد هيجيله ألزهايمر؟ دفنت لي لأ طبعاً لأ كل ما زاد العمر كل ما الاستعداد يزيد يزيد لكن مش بالضرورة أبداً نحن عندنا ناس ما شاء الله بيبقوا كبيرة في السن سن تسعين وذكرة حديدية فلا طبعاً ما زال السن أو تقدم العمر هو العامل الأكبر في حدوث الألزهايمر لكن مش بعناها أن كل من يكبر في السن حيجيله ألزهايمر عشان لما نكبر في السن ما يجلناش ألزهايمر نبدأ من دلوقتي نعمل إيه؟ نعمل زي ما قلت في الأول كل عوامل الخطر تبقى تحت السيطرة لو في عوامل خطر طيب واحد صحي أو واحدة يعني لأنه بيجي الألزهايمر في السيدات أكتر شوية ليه؟ ليه ستات أكتر؟ والله اختلف في تفسير هذا لكن دفنت لي إحصائياً على مستوى العالم اتنين واحد يعني نسبة السيدات أيوة أكثر من الذكور الرجال ليهم أمرات تانية يعني غير العنسان كل واحد واخد الشير بتاعه فلما لو أنا صحيح وما عنديش مرض عضوي بننصح بحاجات سهلة جداً جداً أنه أنا أكل أكل هالفي أكل صحي مش بالضرورة برضو حرمان أنا ضد الحرمان لكن أكلي على قد ما نقدر يكون متوسط وسطي الكثير من الخضار ورفاكة الطازة الأكل اللي فيه مضادات الأكسدة النتس المكسرات اللي هي غير مملح مفاش مع الحل برضو الملح من العوامل المش لطيفة يعني السمك من الحاجات اللي فيها أوميجا ثري الناس بدلوقتي بتاخد حتى الأوميجا ثري دي بتاخدها كمكمل غذائي كده عادي ناكل سمك مرتين لثلاثة في الأسبوع ففي أعداد غذائية ممكن تبقى مفيدة جداً زائد إن أنا لقينا إنه سواء النشاط الذهني أو النشاط الجسماني الخفيف أنا مش مطلوب مني رياضة عنيفة لكن مجرد إن أنا أتمشى من 15 إلى 20 ديها يومية حتى لو تمشيت جوه البيت رايح جاي كده مش لازم عندي تراك وعندي عضوية في نادي كبير أو أي حاجة مش بالضرورة كل ما كان طبعاً لو كان في جو يعني هوا طالقي يكون أحسن الهوا بتاع ربنا أحسن أحسن طبعاً النشاطات الزهنية الخفيفة جداً الكلمات المتقطعة السدوك والحاجات دي مفيدة جداً جداً أنا دايماً بنصح الناس إنه مفيش معنى إنه أنا أمارس هذه النشاطات بصعوبة يعني قصدي هو مش هدفه ولازم أحققه مجرد إن أنا بشغل دماغي مش لازم أبقى بطل العالم في السدوك ولا بطل العالم في الكلمات المتقطعة بالضبط وأنا بقول للناس حلها مش ضروري ما تحلها 100% حلها 70% 8% مجرد بس التمرين عليها الناس اللي بتلعب أي شطرنج طولة أي الحاجات اللي كلها تشغل المخ الحاجات اللي فيها تشغيل المخ وبرده عكس من الناس متوقعة مش ضروري تكون حاجات صعبة ومش ضروري تكون حاجات أنا مش هدفي إن أنا عقد الموضوع أنا هدفي إن أنا أسخن البطارية أشغل المخ إنها تشتغل ولازم يكون هذا التمرين الحاجات دي نشاطات دي ممتعة يعني أنا مش بعملها وأنا حاسس إن أنا ساعات يجي والأهالي وسأنا أصلا ماما مش بتحب تحل لا مش بتحب تحل لا مش هغصيبها هو مش هومورك مش واجب إنه لازم تعمله لازم يبقى حاجة ممتعة وأنا بمارسها وأنا سعيد 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 سعيد